اشتركوا في القناة لمناقشة مستجدات المشهد السياسي الإقليمي من حولنا والمشهد الدولي بشكل عام بعد توالي الإخفاقات التي مني بها تحالف الفجار السعودي الإماراتي على كل صحيد هذه الإخفاقات إلى جانب ظهور الموجة الثانية لذورات الربيع العربي شجعنا على التنبؤ بموجة ثالثة وأخيرة إن شاء الله للربيع العربي في السنوات القليلة القادمة عن حيثيات هذه الموجة الربيعية القادمة وسيناريوهاتها سيكون حديثنا هذا المساء كونوا معنا دخلت المملكة السعودية ونظام أبو ظبي ومعهم لفيف من الأهل والأصدقاء دخلوا في حرب مفتوحة مع الشعوب العربية التواكل للحرية والدولة الديمقراطية الحديثة خلال السنوات الثمان الماضية أنفقت فيها مئات المليارات أو مئات المليارات وكشفت فيها مئات العوارات التي كانت مستورة واستطاعت بالفعل أن تحرز بعض الانتصارات المهمة في هذه الحرب هذا التحالف استطاع تحقيق بعض الانتصارات قضت على ثورات الربيع العربي تقريبا وعاقبت الشعوب التي قامت بهذه الثورات عقابا شديدا وفتحت السجون والمقاصل للجماعات والأحزاب التي تولت كبر الثورة في المنطقة وسلمت نفسها هي وشرفها وثروات بلادها لللوب الصهيوني يفعل بها ما يشاء في مقابل أن يحميها من غضبة الشعوب العربية ومن تهديد العدو الخارجي المتربس بها في الضفة الفارسية لك تكرر كل من نظام السعودية وأبوظبي أن يواجه الثورات الشعبية العربية بطريقة ثورية أيضا تهدف إلى القضاء على كل مصادر التهديد والثورات في منطقة الشرق الأوسط هذه الطريقة الثورية هي التحالف العلني مع اللوب الصهيوني والاتفاق على صفقة ضخمة صفقة ما سموها صفقة القرن بين الطرفين يتم بموجبها إدماج الكيان الصهيوني في الجسد العربي أو في المنطقة بشكل عضوي في مقابل السماح لهاتين الدولتين باحتلال قطر أو إسقاط نظامها الحالي وإسقاط النظام التركي الذي سبب لهم كلكا كبيرا ويدعماني ما يسمى بجماعات الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين التي كانت هي صلب حركة أو صلب الربيع العربي وتضمنت الصفقة إعادة تشكيل الخرائط بين كل من مصر والسعودية والأردن وفلسطين بالإضافة إلى استباحة اليمن أرضا ودولة وثروة وسيادة كادت هذه الخطة الثورية أن تنجح في تحقيق أهدافها لو لا أن المقادير ليست بيد النظامين المتوحشين والرياح لا تأتي دائما على ما تشتهي السفن وهكذا بدأت الأمور تفلت من بين أيديهم وبدأت النجاحات تتحول إلى إخفاقات والانتصارات إلى فضائح والتحالف إلى ابتزاز وبدأ حلف الشيطان يتهاوى ويتلقى بعض الصفعات من هنا وهناك كان أول هذه الصفعات عفواً كان أولها فشلهم الذريع والفضائح في غزو قطر وإسقاط نظامها وانكشاف التدبير السري للأخرك والساذج لتبرير غزوها أمام الجميع ثم تلحقت الإخفاقات والصفعات تباعاً فكان الإخفاق الثاني والكبير هو فشل الانكلاب العسكري الذي دبروه على النظام الحاكم في تركيا ثم فشل الانكلابين الاقتصادي والانتخابي بعد ذلك في تركيا أيضاً ثم فضيحة جمال خاشقجي التي كسمت ظهر البعير في تركيا أيضاً وأخيراً فشلهم في إسقاط الحكومة الوطنية في ليبيا ووقوع بعض جواسيسهم في يد المخابرات التركية تركيا هنا حاضرة بقوة كما تلاحظون ثم توجهت هذه الإخفاقات الجزئية المهمة بظهور الموجة الثانية من الربيع العربي في كل من الجزائر والسودان هذه الموجة قالت للجميع أن الموجة الثالثة والأخيرة من موجات الربيع العربي ربما هي على الأبواب وأن الحرب على الشعوب لا تنتهي بالضربة القاضية كما يريد بن سلمان وبن زيد هل نحن على موعد مع الموجة الثالثة للربيع العربي وهل ستكون الموجة الأخيرة والحاسمة هناك دلائل حديدة تجيب بنعم العرب موعدون بموجة ربيع الثالثة قد تكون أقرب مما نتوقع لماذا؟ لإعتبارات كثيرة منها أن الثورة المضادة قالت كل ما لديها يعني وصلت إلى طريق مسدود ولم تحقق أجندتها بشكل كامل على رأي المصريين قابت آخرها والثورة التي لا تنجز عملها بشكل كامل تنتكس كما حدث للربيع العربي هناك مثل يامني يقول أكتل الحية واحد ذر واجرح الحنش للذر يعني اقضي على الحية تماما وحين الكل العقرب إذا لم تكثع عليه ستكثع عليك أما الحنش فيكفي أن تحدث في جسده جرحا وستتكفل الذر بقتله الذر في اليمن هي النمل الثعبان المجروح لا يبكى كثيرا لأن النمل يتسلط عليه ما حدث حتى الآن هو أن الربيع العربي كتجرح جلد الحنش وستتكفل إخفاكات الثورة المضادة وأخطائها أو أخطاؤها أخطاء هذه الأنظمة في حق الشعوب المكهورة ستتكفل بالباقي اليوم السعودية والإمارات هي أكثر دول محاطة بالكراهية في العالم بل ربما في التاريخ لا نعرف دولة في التاريخ كرهتها كل الشعوب كالدولة السعودية حالة فريدة بالفعل هذه الدولة أينما ذهبت في بلاد الله تجد صوت الكراهية للنظام السعودي على كل المستويات وكأن غضب الله على هذه العائلة قد أصبح قانونا من كوانين الفيزياء ودخل معها في اللعنة والغضب نظام الحكم في أبو ظبي الذي أظهر في الأرض الفساد خلال السنوات الثماني الماضية تكاثرت أخطاء هذه الأنظمة وخطاياها في حق الشعوب وفي حق نفسها إلى حد لم يعد معه مفر من الهلاك هذه الدول يسطق فيها التعبير القرآني أحاطت به خطيئته بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته هذه إحاطة الخطيئة أخطاء الأشخاص أو الأنظمة إذا تكاثرت تصبح خطايا والخطايا تتحول إلى أطواق تحيط بأصحابها وتحاصرهم في دائرة نارية مغلقة لا يستطيعون الخروج منها بسهولة وهذا بالضبط هو وضع نظامين السعودي والإمارات اليوم أصبحت الخطايا تطويقهم مثل نيران الغابات لما تطويق الحيوانات داخلها وهي دول يعني هشة لديها كابلية عالية للسقوط على عكس دول أخرى مثل أمريكا مثلا هذه الدولة تمارس الظلم تمارس مظالم كثيرة وفساد كبير في الأرض لكنها محصنة إلى حد كبير في الداخل ليس لديها كابلية السقوط في المدى القريب والمتوسط على الأقل لماذا؟ لأن هذه الدولة التي تمارس الإرهاب الدولي ونهب الثروات وتشعل الحرائق في بعض دول العالم هذه الدولة الماركة كما سماها أحد الكتاب الأمريكيين تقيم الكثير من العدل والصلاح في الداخل الأمريكي احترامها النسبي لحقوق الإنسان وحمايتها لهذه الحقوق داخل حدودها على الأقل يجعل كابلية للسقوط بعيدة من حد كبير قد تتراجع هيمنت أمريكا قد تتراجع هيمنتها الأمبراطورية نعم لكنها غير مرشحة للسقوط كدولة كبرى في المدى المنظور على عكس دول مثل السعودية والإمارات هذه الدول الصغيرة والمتوسطة هذه الدول أفسدت في الأرض وألبت على نفسها الشعوب وهي دول هشة من الداخل قال عنها الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي ترامب إنها لا تستطيع أن تبقى على كيد الحياة أسبوعين بدون حماية أمريكا وعزمي بشارة وصف الإمارات بأنها أمبراطورية على سيكان دجاجة يعني بناء في الهواء تعالوا نستمع إلى ترامب وهو يقول الحقيقة المؤسفة في وجه آل سعود وغيرهم نحن نحمي السعودية أتعتبرون أنهم أغنياء؟ وأنا أحب الملك الملك سلمان لكني قلت له أيها الملك نحن نحميك ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين من دوننا وعليك أن تدفع لجيء قلت أن الموجة الثالثة من ثورات الربيع العربي تتحضر الآن ولعلها تكون أكرب مما نتوقع يعني خلال سنتين من الآن وهناك مؤشرات وعوامل عديدة عليها مؤشرات على هذه النبوءة بالإضافة إلى ما قلته قبل كليل وإذا رتبنا الحكائق في جوار بعضها يمكننا أن نرى الصورة واضحة تماما هناك أولا حالة صحة شعبي هذه الحالة المتزايدة ضد أنظمة الاستبداد والفساد والعمالة للأجنبي وفي مقدمتها أنظمة السعودية والإمارات ومصر وقد يحدث الانفجار الأول في مصر تحديدا هذا الانفجار إذا حدث سيكون على شكل ثورة شعبية تشتبك مع الجيش المصري نفسه هذا الجيش بحاجة إلى تحرير من الداخل تحرر من الهيمنة الصيونية التي يعني تحكم القبض عليه لأنه من المستبعد حدث انكلاب من داخل الجيش المصري على نظام السيسي السيسي هنا هو مجرد ضابط صيوني يدير الجيش المصري والبلاد المصري والاشتباك الكادم سيلاحظ لاحظ أنني قلت اشتباك شعبي مع الجيش المصري لا مع الأمن المصري عادة زمان كان الاشتباك يكون مع الأمن الشعوب الآن أدركت بعد الثورة المضادة للربيع أن العدو الحقيقي لطموحاتها والذي يكف أمام تقدمها وحقوقها يجلس خلف دبابة الجيش ما هو الأمن فقط الحقيقة الثانية هي أن حلف الفجار الذي يسمى حلف الثورة المضادة لا يمكن أن يستمر إلى النهاية وقد بدأت مظاهر تفككها من الآن هناك تناقض مصالح واضح بين هذه الدول والأنظمة وهناك مخاوف متبادلة تجعل تحالفهم يعني تحالف مرحلي لا حقيقي لم يعد خافيا أن النظام المصري مثلا بات في الفترة الأخيرة يعلن عن مواكف مختلفة عن مواكف السعودية والإمارات بعد أن ثبت أقدامه في الداخل هو كان خايف منهم في الفترة الماضية لكن الآن لما ثبتت أقدامه الآن ممكن يتمرد عليه اليوم النظام المصري أصبح آمنا من غدر أسياده العرب انسحب النظام المصري من الناتو العربي بقيادة السعودية بهدوء ولو وجهات نظر مختلفة عنها في بعض الملفات مثل ملف اليمن وملف إيران لأن النظام المصري لا يرى إيران تهديد وجودي لمصر كما ترى السعودية والإمارات مثلا ومن ثنفه هو غير مستعد لخوض معركة حقيقيا مع هاتين الدولتين ضد هذا العدو كما أن النظام المصري قد بدأ ينافس هاتين الدولتين في السيطرة على مجريات الأمور في السودان السودان وليبيا الرئيس المصري يضمر في داخله رغبة في التمرد على أسياده الخليجيين وسيفعلها عندما يصبح الأمر مواتيا مثل ما فعلها علي عبدالله الصالح من قبل لما حاول يتمرد على أسياده السعوديين بالتحالف مع صدام السعودية هي اللي أوصلت علي عبدالله الصالح لكرسي الحكم وحاول يتمرد عليها فيما بعد ويدور له أسياد جدد صدام كذافي هنا هناك تواصل مع أمريكا مباشرة حاول عبدالفتاح السيسي يدرك أن النفوذ الذي تحاول كله من السعودية والإمارات الحصول عليه في السودان وفي ليبيا ليس في صالحه ليس في صالحه هو شخصيا لأنه لا يفكر بمصلحة مصر لأن هذا النفوذ على حدود مصر سيجعله مطوقا مهددا في المستقبل لا يستطيع الخلاص منهما سيكون رهن يعني مرهون يعني برغباتهما ولهذا من المرجح أنه سيسعى لكسر نفوذ هاتين الدولتين في هذين البلدين في مصر في السودان وفي ليبيا بل أنه يفعل ذلك الآن يعني هناك زيارات معلنة وغير معلنة لكادة الجيش السوداني إلى القاهرة يعني تنبئ بشيء المخابرات المصرية تعمل أيضا بطريقتها في ضمان أن تصبح الأمور لصالح السيسي في السودان وفي ليبيا وهذا أمر لا يصر السعودية والإمارات لكنهم سيكتمون يعني فيه نار تحت الرماد وتتحضر وحتى ظهر فيه من الأيام الراجح أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التباعد بين حلفاء الثورة المضادة ونحن ننتظر شيء من هذا القبيل نغام بن زايد أيضا يتلك الضربات من فترة لأخرى ولولا الرعاية الأمريكية البريطانية له كرعايتهما للكيان الصحيوني لكان سقط في أسبوع من الضربات التي تلقاها نظام بن زايد في العاونة الأخيرة اعتقال بعض جواسيسه في تركيا وإدلاءهم بمعلومات يقال أنها مفيدة ومثيرة وكذلك اعتقال الشرطة الأمريكية لمستشاره وأحد كاتمي أسراره اللي هو اللبناني الأمريكي جورج نادر هذا الذي كان له دور كبير في ربط النظامين الإماراتي والسعودي بالإدارة الأمريكية بإدارة ترامب وتحوم حوله الشبهات في علاقة بملفة الانتخابات الأمريكية وهو صاحب الاجتماع الشهير في البحر الأحمر أشهر اجتماع نتجت عنه تحالف بن زايد بن سلمان ترامب وإسرائيل مع الرئيس المصري أيضا جورج نادر هذا ألقي عليه القبض عند وصوله أمريكا بتهمة بتهمة مخزية يعني تتعلق بأفلام إباحية لأطفال متهم باعتداء جنسي على أطفال في دولتين وتصويرهم بن زايد نفسه هذا لم يعد قادرا على زيارة أمريكا خوفا من الاعتقال على خلفية علاقته بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية كان له يشك في أنه له دور في هذه العملية هذه الإخفاقات قد تكون صغيرة في ذاتها لكنها كبيرة في دلالتها إنها تعني أن بن زايد قد انتقل من مرحلة الصعود إلى مرحلة الهبوط أو السقوط رصيد الإنجازات لهذا النظام بلغ سكفه الأعلى لم يتبكى سوى رصيد الإخفاقات لم يعد لدى محمد بن زايد ما يضيفه إلى رصيد إنجازاته التدميرية في الوطن العربي وفي العالم بعد الذي فعل وهو الآن موعود على رأي عبد الحليم موعود معي بالعذاب موعود هو الآن موعود بصراع داخلي مع إمارة دبي التي تكبدت خسائر بمليارات الدولارات بسبب سياساته الخارجية ومغامراته الإسبارطية هذا النظام موعود بصراع مع النظام التركي أيضا صراع خفي مع النظام التركي الذي كرر نظام التركي كرر تطبيق استراتيجيتها الجديدة اللي هي الدفاع عن طريق الهجوم خارج حدود تركيا حقيقة الهجوم بدلا من الدفاع ذهبت تركيا إلى ليبيا للدفاع عن الحكومة الشرعية في مواجهة مليشيا حفتر المدعومة من دول الثورة المضادة قررت ليبيا أو تركيا عفوا دعم أجندتها في سوريا بصورة أكثر حسما في مواجهة الروس وإيران ومن ورائهما أو معهما الإمارات المتحدة الداعمة لنظام الأسد هذه نقاط اشتباك مع الإمارات بين تركيا والإمارات يعني هذا مع ملاحظة أنه محور تركيا قطر الشعوب العربية هذا محور أصبح هذا المحور الآن أكوى مما كان بالأمس خلج من التحديات ومن التهديدات بإرادة أكوى وأصلب على مواجهة الأجندة الإماراتية تحديدا محمد بن زايد لم يترك لهم خيار سوى المواجهة المواجهة حيث ما كانت المواجهة ممكنة محمد بن زايد هو الذي جعل المعركة المصيرية مع هذه الدول ومن ثم يتحمل يتحمل ما يأتيه لم تتوقف إخفاقات تحالف المحمدين بن زايد بن سلمان عند هذا الحد هناك ما هو أخطر مما مضى من هذا الكلام الأخطر هو فشلهما في دفع الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران حاولوا يدفعوا الأمريكا لتوجيه ضربة عسكرية لإيران وفعلوا كل ما عندهم لكنهم لم يفلحوا بعد كل التنازلات والنفقات والرشوات التي يقدموها لإدارة ترامب من أجل دفعها إلى توجيه ضربة موجعة لإيران ترامب لم يفعل شيئا اكتفى بتحريك أساطيله إلى الخليج يحتلق كمان يعني وبعدين أعلن أنه غير راغب في تغيير النظام الإيراني ماليحنا بنعمله من الصبح قال لك أنا غير راغب في تغيير النظام الإيراني نظام الحاكم وطموحي محدود طموحي فقط هو أن نتفق عنه النظام الإيراني على ضمانات لمنع تطوير إيران لبرنامجها النووي العسكر فقط تعالوا نتفق على هذا الموضوع وكل شيء يصبح على ما يرام طبعا هذه صفعة للنظامين السعودي والإماراتي دفعت النظام السعودي هذه الصفعة اللي استضافت ثلاث قمى متوالية ومتتالية وراء بعض كمة خليجية وكمة حربية وكمة إسلامية كلها كانت للشكوى من التهديدات الإيرانية وكأن النظام السعودي يقول أمريكا خذلتنا للأسف مرة أخرى وهذه نهاية طبيعية لمن يعول على بيت العنكبوت أمريكا هذه مثل بيت العنكبوت تمكلت مرارا وأن أسوأ البيوت لبيت العنكبوت تكمل تلقى ويرجعي أكلك يصعب على الإنسان أن يعيش تحت ضغوط نفسية كبيرة لفترة طويلة يعني هذا كد يؤدي إلى الجنون أو الانتحار أو الصدام مع الآخرين وكذلك الدول دولة مثل السعودية واقعت تحت ضغوط وتهديدات ومخاوف لا حصر لها معظم هذه المخاوف طبعا من صناعة يدها يعني أو من صناعة حلفائها هذه الضغوط والتهديدات لن يتحملها النظام السعودي طويلة خاصة وأننا كما قلت أمام دولة ذات مؤسسات هشة منخورة بالسوس حجم الفساد في السعودية كبير للغاية حرفه اليمنيون من فساد اللجنة الخاصة التي كانت تبتلع نسبة كبيرة من المخصصات المرسودة للحرب في اليمن هذه عينة اللجنة الخاصة عينة على الفساد في السعودية كذلك فإن المجتمع المصري بدوره لن يتحمل المزيد من الضغوطات المعيشية في ظل حكومة السيسي خاصة وأن السيسي مشغول بتكديس سلطاته وتقوية المؤسسة العسكرية للصالحة على حساب لكمة عيش المواطن المصري ومطالبه الأساسية المصريون لن يسكتوا إلى مالا نهاية ستأتي لحظة ويحدث انفجار المنطقة على صفيح ساخن طبعا هذه مجرد تكاهنات نعم أو بالأصح استقراء لعلامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون نحن نستهدي بالعلامات في عالم السياسة كما يستهدي السائرون في الصحراء بالنجوم وبإمكانك أن تقول هذا حديث في المنطقة السياسية تحليل السياسية لكن أنا من الناس الذين يعتقدون أن منطقة تحليل السياسية لا يحتكر طراءة الواقع السياسي بالذات في مثل هذه الظروف التاريخية الصعبة أمام هذه الأحداث الجسيمة يمكن للمرء أن يستعين بحدثه أو بالمنظور الديني إذا كان المنظور الديني يعني متسك ومجرد والحدث يقول أن هذه الأحداث التي تجري أمامنا هذه الأحداث الكبيرة الجسام التي مرت بها شعوب المنطقة لا تنتهي هكذا ببساطة لصالح الاستبداد ولصالح إسرائيل هناك جهود بذلت طاقات أهدرت ودماء أريكت وثروات ومقدرات ذهبت في سبيل الوصول إلى غاية وهناك وعي سياسي استثنائي لدى الشعوب العربية كما قلت في الحلقة الماضية هل سيذهب كل هذا أدراج الرياح الحدسية كلها هل بعد كل هذا التعب في غرس الشجرة وسقايتها ورعايتها يذهب الكطاف لصالح العدو؟ هناك صوت في أعماق النفس يجيب لا هذا غير ممكن هذا الصوت لا يأتي من فراغ هذا الصوت ليس مجرد أوهام هذا الصوت أو هذا الحدس هو ميراث الخبرة الإنسانية الطويلة من ناحية وهو صوت العالم الفيزيائي من حولنا وهو أيضا صوت الروح التي تسري في الكتب المقدسة يعني مثل ما آمن الإنسان بقانون السببية بقانون السببية بدون تجارب كافية احنا آمننا بقانون السببية بدون أن نجرب تجارب كافية على السببية مثل ما فعلنا ذلك أيضا آمن الإنسان بأن جهوده المخلصة لا تذهب هدرا هذا إحساس داخلي عميق مثل إحساسنا بقانون السببية وكذلك عرف الإنسان في الفيزياء أن الطاقة لا تختفي تماما وإنما تتحول من شكل إلى آخر جهود الناس في التغيير هذه الثورات هذه التضحيات هي شكل من أشكال الطاقة التي تحولت إلى شكل آخر أكثر خفاءا وربما أكثر تأثيرا لن يذهب هادرا لكنه ينتقل من منطقة إلى منطقة من مستوى إلى مستوى التآمر على الأبرياء قد يكون مدخلا لتمكينهم الدين يقول ذلك هذا المنظور الديني المنظور الديني يقول أنه التآمر على الأبرياء قد يكون مدخلا لتمكينهم قال تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين يتبوأ في الأرض بعد أن كان فيه جب رموه إخوانا يعني إخوان يوسف تآمروا عليه كما تتآمر السعودية والإمارة اليوم على اليمن وعلى غيرها من الدول لكن فيما بعد النتيجة كانت هي ماذا تمكين يوسف على حساب إخوانا وهذا غير مستبعد على مستوى الأمم هذه المعاني كلها نحن ندركها ندركها بالحدث والأمل ما زال قائم إذن ما يحتاجه الناس في هذا البحر اللجي من الأزمات والمخاوف هو كارب الأمل كارب الأمل الذي يوصلهم إلى بر الأمان ولا أحد يقدم هذه الخدمة سوى الدين القرآن تحديدا هو أكثر كتاب سماوي يبشر الصابرين أقول هذا بعد الطلاع على عدد من الكتب المقدسة الأخرى مثل العهدين القديم والعهد الجديد العهدين القديم والجديد لليهود والمسيحيين ليس هناك كتاب على وجه الأرض تسري فيه روح الأمل والتبشير بالمستقبل جنبا إلى جنب مع النظر الواقعية البراغماتية غير القرآن يعني هذه واحدة من ظواهره العجيبة بالفعل لمن يتأمل بعمق يعني القرآن كتاب يقدم بشارات مستقبلية لأصحابه لكن إذا تأملت هذه البشارات ستلاحظ أنها لا تتسم بالمثالية المفرطة مثالية التي تتسم بها الأيدولوجيات المثالية أو حتى الأديان الأخرى يعني على سبيل المثال القرآن لا يقول لك على الطريقة الشيوعية إن الجنة ستتحقك على الأرض إذا طبكته ولا يقول أن الحياة ستصبح بمبي في يوم من الأيام على رأي سعد حسني القرآن يخبرك بأنه باستمرار أن الأصل في الحياة هو الكبد والنكد والتعب هذا هو الأصل فيها وهذا هو الواقع يعني بالرغم التطور الهائل في الحياة البشرية لكن ما زال التعب موجود والنكد موجود يعني القرآن يخبرك أن طبائع الإنسان ثابتة وأن التقدم على الأرض إذا حدف لن يصل يوما ما إلى مستوى تحقيق السلام الدائم أو العيش الهني بلا منغصات كما قالت لنا اليوتوبيا العلمانية مثل الشيوعية أو حتى الأديان اللي بتكلم عن عودة المسيح ومملكة الرب لألف عام من السلام والحب والمودة وكما تروج بعض الأفكار الدينية غير الحقيقية كلا القرآن مختلف الإنسان في القرآن هو الإنسان مطلوب منه أن يكون صالحا أو أن يكون عضوا في بعسكر الخير فقط هذا المطلوب منه وليس عليه أن ينتظر تحقق الجنة في الدنيا أو تحقق المملكة الخير والسلام والرفاهية التي ليس فيها منغصات القرآن واقعي جدا في هذه الأمور لديه نظرة واقعية غير مثالية ومع ذلك فإنه لا يترك الناس طبعا هذا غريب لو كان منتج بشري كانت سيطرت عليه الرؤية المثالية كما تسيطر على كل الأفكار البشرية التنبؤية ومع ذلك فإنه لا يترك الناس في عراء لا يترك الناس هكذا في عراء الأزمات بلا عزاء ولا نافذة أمل بل يلقي لهم كوارب النجاح سواء مرّب بالإخبار عن مصير الكرة الظالمة التي بطرت بأنعم الله كأبي ظبي وكأبو ظبي والرياض ومرّب بتعزية الصابرين بتمكينهم في الأرض بعد خذلانهم هذه كلها مبشرات القرآن يكدمها أو حتى بالإخبار عن مصير الصراع العربي الإسرائيلي بشكل صريح كما فعلت سورة الإسراء سورة الإسراء تتحدث عن زوال إسرائيل الثانية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعالون علوة كبيرة إلى قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية والعلوة الثانية لدولة إسرائيل بعد ما عليكم عبادة لنا أوليباسين شديد لها المرة الأولى المرة الثانية ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما عليوا تتبيرا الحديث عن وجود الآية بتقول أو السورة بتقول أنه سيكون لبني إسرائيل دولتان الدولة الثانية ستنتهي على يد طيب إسرائيل لم يكن لديها إلا دولتان في التاريخ لم يكن لديها إلا دولتان في التاريخ الدولة الأولى سقطت في عهد الرومان وهذه هي الدولة الثانية يعني نحن يعني نحن موعودون الثانية هي التي قامت في عام 1948 يعني القرآن يعطي أمل بنهاية الصراع العربي الإسرائيلي ونهاية هذا الصراع تعني نهاية حكبة الهيمن الغربية على الشرق الأوسط ونهاية حكبة الحكومات العسكرية التي تحكمنا يعني بالتبعية القرآن يعطي أمل بنهاية حكبة السوداء من الاستبداد وفشل الدول العربية وهناك من الباحثين للمعاصرين من أعطى تأويل ركمي مثير لهذه النبوءة في سورة الإسراء تقول أنه زوال إسرائيل بات وشيكاً تحديداً تحديداً في العام 2022 بالطبع هذا التأويل يبدو غير منطقي وغير معقول لكن الأحداث علمتنا أن المنطق هو آخر من يعمل في حكل السياسة وفي حكل التاريخ من اللافت أن تتوافق هذه النبوءات مع نبوءات أخرى الاقتصاديين وسياسيين وخبراء عن قرب انهيار الاقتصاد الأمريكي ونشوب حرب عالمية ثالثة كما تنبأ الخبير الدولي الكبير طلال أبو غزالة قبل يومين بس كان في كناة تلفزيونية طلال أبو غزالة هذا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة الدولية لتقديم الخدمات المهنية هي مجموعة متفردة على مستوى العالم في الحقوق الفكرية في الحفاظ على الحقوق الفكرية هي الأولى في العالم أو الوحيدة هذا الرجل حذر من وقوع أزمة اقتصادية عالمية عام 2020 سنة القادمة ستعقبها حرب عالمية ثالثة وطبعا لو حصل هذا إسرائيل بالتأكيد ستذهب في الرجلين تعالوا نستمع إليه أنا أصدر التقرير في أول هذا الشهر يعني من خمس أيام في مقالة نشرت في عشرين صحيفة عربية في كل الدول العربية وعلى المواقع ووضعت فيها توقعاتي لعام 2020 والذي أتوقع أن يكون سنة أزمة اقتصادية خانقة تبدأ في أمريكا قرأنا هذا الكلام وتنتهي بحرب عالمية ثالثة لماذا تبدأ في أمريكا؟ لأنه هناك أزمة داخل أمريكا أزمة اقتصادية يعني الوضع الأمريكي الآن الاقتصادي مبني على السيولة تيسير المال وليس على العوامل الإنتاجية هناك مشكلة حقيقية في طبيعة ونوعية الاقتصاد الأمريكي بعكس الاقتصاد الصيني الصيني التركيز فيه ليس على السيولة النقدية لا شيء مستحيل ولابد من التشبث بالأمل حتى لا نصاب باليأس والقنوط وليكن معلوماً أن الطغيان والفساد هي انحرافات تحمل بذرة فنائها في جوفها نرجو الله أن يسلم المنطقة من مخططات الشر لأن فيها ما يكفيها إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر